أعلن حزب الله اللبناني مقتل عنصرين تابعين له في جنوب لبنان فيما أكد استهداف قاعدة بيت هلل العسكرية قرب بلدة كريات شمونة وتجمع لجنود إسرائيليين في محيط تقنة ميتات وبركة ريشة قرب الحدود كما أعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا بالصواريخ مباني في بلدة مسكافة الإسرائيلية في إصبع الجليل هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدات عيت الشعب ورامية وميس الجبل جنوبي لبنان وفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عدة لحزب الله في الجنوب اللبناني معنا من مرجعيون جنوبي لبنان مراسلتنا دارين الحلوة دارين ما طبيعة الاشتباكات التطورات على هذه الحدود اللبنانية الإسرائيلية الآن سأبدأ من آخر التطورات التي أفادت أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً باتجاه أطراف بلدة تمليخ في جبل الريحان وللمعلومة جبل الريحان يقع خارج أو شمال خط الليطاني ما يعني خارج نطاق أو مسرح العمليات العسكرية التي تجري منذ ثلاثة أشهر وخارج المنطقة المشمولة بالقرار 1701 هي المرة الثانية خلال هذه الأسابيع التي يستهدف فيها أو تستهدف فيها هذه المنطقة طبعاً هذا الاستهداف لا شك أنه يأتي رداً على استهدافات حزب الله اليوم التي سجل فيها سبع عمليات أو على الأقل هناك سبع بيانات تحدثت عن العمليات التي سجلت من الأراضي اللبنانية أخيرها كان باتجاه مستوطنة المنارة حيث استهدف حزب الله مبنى يتجمع فيه جنود إسرائيليون وحقق استهدافه إصابات مباشرة كان هناك أيضاً استهداف لمستوطنة مسكف عام لمستوطنة المطلة بركة ريشة وطبعاً استهدافات أخرى عديدة الجانب الإسرائيلي كان رده اليوم بقصف مدفعي مركز وكثيف وعنيف على أطراف بلدات عديدة في القطاع الشركي كان هناك استهداف لأطراف بلدات العديسة كفاركلا وطلخيام طبعاً بالقذائف المدفعية بالإضافة إلى القاء قنابل فوسفورية وقذائف انشطارية سجلت في الساعتين الأخيرتين على أطراف تلك البلدات في القطاع الشرقي أما في القطاع الغربي فلم يكن الوضع أكثر هدوءاً بل كان القصف مدفعي مستمر طيلة ساعات اليوم على أطراف بلدات عدة ومن القطاع الغربي سجلت عملية لكتائب القسام استهدفت فيها مركزاً عسكرياً أو مركز ليمان العسكري ثقنة ليمان العسكرية الإسرائيلية وذلك رداً على الاستهدفات والجرائم بحق الجرائم الإسرائيلية كما يقول بيان القسام في غزة الرد الإسرائيلي كان بغارات على أطراف اللابوني وقصف مدفعي على أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي إذن كانت معي من جنوب لبنان مراصلتنا دارين الحلوة